هكذا استقبل أبطال الجزائر من أعضاء جمعية سهيل علم الفلك وعلوم الفضاء بالأغواط بعدما أبهر الدول العربية المشاركة في قطر ضمن مسابقة الذكاء الاصطناعي اليوم نحن جد فخورين بالإنجاز الذي قام به شباب جمعية سهيل علم الفلك وعلوم الفضاء لولاية الأغواط هو من الجانب الذكاء الاصطناعي والروبوتيك في البطولة العربية الرابعة عشر للروبوت والذكاء الاصطناعي تحصل على المرتبة الثانية هي مرتبة جد جد مشرفة خاصة أنها بعد البلد المضيف لهي دولة قطر كنا ضمنها 800 مشارك من مختلف الدول العربية ووفقنا الله بالفوز بالمرتبة الثانية المشروع الذهبي في أتبتكار صناع الجامعيين لقد كانت فرحتنا جد كبيرة بهذا اللقب خاصة حينما ارتفعت راية الجزائر الوالد رحمه الله كان يعاني من إعاقة حركية منعته من الحركة في المنزل بالنسبة له إشعال ضوء وإدفائه كان شيء كبير حولت المصباح حولته إلى مصباح ذكي سمح له بالتحكم في المصباح من مكانه عن بعد باستخدام الهاتف النقاء وشيئا فشيئا تطورت الفكرة وأصبح يستطيع التحكم في جهاز مبرد في جهاز تلفاز ثم المنزل كامل إلى منزل ذكي وهكذا يعني كانت بداية هذا الجهاز كما التزم المساهمين في تحقيق هذا التتويج الدولي المستحق بمواصلة المسيرة التحفيزية من الأهداف المقدسة عندنا وهو قضية العلم نحن وقف معهم وليوم تعاهدت أمامهم على موترعات أننا سوف نتكفل بهم في المسابقة الجاية التي تكون عالمية بكاليفورنيا نحن ككون فيدرالية ندعم هذه الجمعيات وهذه الشباب ومثل هذه التظاهرات وسنواصل إن شاء الله دعمنا لهم إلى غاية البطولة العالمية هكذا تضيف جمعية سهيل علم الفلك وعلوم الفضاء نجاحات جديدة ضمن رصيدها الحافل بالتتويجات الوطنية والدولية